السلام عليكم يا شباب يا شباب عليكم بدورة وسام البرايس اكشن ترى الأجانب يخدعونكم وضيعون فلوسكم وهذا الشخص العربي ادعموه هذا يب مصلحتكم ما يباكم تخسرون فلوسكم ليش تخسرون فلوسكم وعندكم دورة البرايس اكشن والتحليل الموجي وهو قاعد يعطيكم معلومات تستفيدون منها وهي المعلومات ما راح تحصلونها في اي خناة في اليوتيوب فلا تضيعون الفرصة ترى الأجانب مجرد يساون عليكم ماركتنج وغشونكم وضيعون فلوسكم بدل ما تضيع فلوسكم ادفع 200 دولار وانه مبلغ بسيط ولانكم تروحون تضيعون فلوسكم مجرد على الماركتنج وهو قاعد يعطيكم معلومات حقيقية ومعلومات تخليك تربح المبالغ بدل ما تخسرها وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انصح جميع الأخوة المتداولين جدد أن ينضموا مع الأخ وسام لأنه دورته مفيدة جدا وانا بصراحة استفاديت من عده إخواني أخواتي نضع لكم رابطة أسفل في صندوق الوصف في هذه القناة نضع آخر عروضنا وهو الحصول على عرض دورتين بسعر دورة واحدة دورة التحليل الموجي ودورة بسعر دورة واحدة فقط بسعر مئة وسبعة وتسعين دولار 34 فيديو مسجل 25 ساعة من المعلومات زائد متابعة بعد مور الشهر الأول من أخذك للدورة حتى تتمكن من احتراف التداول إن شاء الله يمكنك كذلك الالتحاق بقناة التحليلات اليومية لمقارنة تحليلك مع تحليلي وهذا سيمكنك معرفة مدى ضبطك لتحليل الموجي وللـ ومدرسة المنطق تعرفون مدرستي هي مدرسة المنطق التداول وهي أسهل وأصعب مدرسة على حسب دماغك هل هو قابل للمنطق ولا لا لأن مع الأسف في اليوتيوب تم تخريبوا دماغاتكم مع الأسف بأمور غير منطقية بالتالي هدفنا هو إرجعكم إلى المنطق إرجعكم إلى 5% الناجحين سأضع لكم رابط الاشتراك في العرض أسفل في التعليقات خذوا الرابطة كاملا خذوا الرابطة كاملا وأنا الذي أجاوبكم مباشرة كذلك في هذه القناة المجانية نضع شهادات أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية سأتوا صورة حتى تعرفوا أن دوراتنا التدريبية يمكن أن أعتبرها من الأفضل في عالم التداول لا تنسوا الذهاب للموقع برويف تريدر دوت كوم فيه مقالات يمكنكم قرعتها فيه بعض الكتب المجانية كذلك مثل الدليل الأساسي لشمالية بردنية المبتدين فقط تضغط على إبدال المجانا تضع إميليكا الخاص وتصلك الكتب إلى إميليكا الخاص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم بفتاقنات وده مغزى تعليمي وتثقي في مئة بالمئة لا نعطي لنا نصائح مالية ولا استثمارية إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول مسؤولة تنتم عن قراراتك قناة العلم العافية الكذب لا تتحمل أيها مسؤولية طيب عملة الإثيريوم هل هذه هي بداية الصعود لماذا؟ تتذكرون أصدقائي عندما رأينا هذه الحركة منذ مدة هنا 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 في هذه المنطقة عندما بدأ الكسر قلنا لا 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 إن دبه ليس هناك شراء لأن هذه الحركة تقول لي لا يمكن طبيعة سوق لا يمكن أن تكون موجودة فيها ثم موجودة فيها بعدها مستحيل هذه طبيعة السوق مستحيل أن تكون أن يكون لدينا موجودة فيها ثم موجودة فيها بعدها ويسعد ونتوقع الصعود مستحيل هذا يتنافى مع طبيعة السوق لذلك عندما رأينا هذا الصعود قلنا لا شراء انتبهوا حتى لو كسر القمة لا شراء لأنه عادة نتوقع النزول من هنا ثم حتى لو كسر القمة نتوقع النزول وبالفعل بالفعل قلنا انتبهه لا شراء بل نزول وقلنا كذلك انه نتوقع موجة مساوية لهذه الموجة على الاقل بالضبط يعني نقطة بالنقطة وصل السعر بالضبط التي يقول انه قد يرتد منها لانه لا نعرف هل سيعطينا رانين فلات اللي هو الان موجود رانين فلات هذا النموذج اسمه ماذا اسمه رانين فلات هل سيعطينا رانين فلات او سيعطينا اكسباند فلات لا نعرف لا نعرف ولحد الساعة لازلت غير متأكد انه هو رانين او اكسباند لكن لنقول انه رانين متى يمكنني الدخول متى يمكنني الدخول او كيف يعني رانين هذا يقول لي ان اذا كان هذا رانين لاتريوم هذا يقول لي ان اثريوم ساعد الى مستوى على الأقل ساعد إلى مستوى الـ 4865 دوار ثم بعد ذلك يمكن توقع 161.8 في بوناتشي إكسسنسون ربما الرانين يكون هدفه يكون هدفه ربما 7000 دولار طيب لكن هل لدينا فرصة أريد أن أرى ماذا لدينا طيب واحد أولا حللنا هذه الموجة الهابطة وجدنا أن فيها زيادة في الزخام خصوصا أخر موجتين هاتي الموجة وهاتي الموجة لاحظوا القوة لاحظوا الزيادة في الزخام لاحظوا أن المشترين الموجودين أفوا البايعين الموجودين ثم يقولوا أوكي أين هي المناطق التي بعدها سيتم إلغاء الجدار كانت أفضل منطقة هي هذه المنطقة مثل بيتكوين ولكن لكن حتى لو تريته هنا عندما يتم كسر القمة سأخذ أرباحي سأخذ أرباحي أو يعني إذا صبرت سأحاول وقت خسر إلى منطقة الدخول وأتركه لماذا؟ لأن دائما سأتوقع النجوم لماذا؟ لأنه لدي جدار قوي هنا صعب جدا صعب جدا أن أشتري عكس الجدار ولحد ساعة لزيدان لما نتجاوز الجدار ماذا أريد أن أرى؟ صراحة أريد أن أرى حركة تكسير لهذه المنطقة ثم تصحح وهنا سأقول لدي موجة ثم لدي موجة هذه الموجة الأخيرة زخمها مومنتومها أكبر من هذه الموجة هذا أول شيء معني أن المشترين ظهروا موجودين بيك بويز ثاني شيء كسرنا الجدار القوي الذي يعني سنجد فيه صعوبات كبيرة وبالغة قبل كسره وهنا بعد هذا النطاق يعني حرب بين المشترين والبايعين ثم احتاجوا إلى تغلب المشترين عن البايعين خلاص في هذه المنطقة بالضبط الآن التي تم تغلب المشترين عن البايعين سأقول أوكي خلاص هنا الإثيريوم هو صاعد على الأقل على الأقل إلى كسر القمة على الأقل إلى كسر القمة ثم إلى مستوى 6.8 يعني على الأقل إلى كسر مستوى 4880 دولار ثم مستوى 7000 دولار تلاحظون إذا لم يحدث هذه الأمور لست مهتما بالصعود ستقول لي يا أخي دخلت متأخرا اللهم الدخول متأخير ومتأكد على أن أدخلها في المنطقة المتأكد فيها وأخسر مالي وأخسر مالي هذا التداول ليس لعبا ولاحظ لديك منطقة لأنه لديك يعني لو نفترض أنك نفترض أني دخلت هنا خسرتي سيكون هنا والأرباح ستكون هنا لاحظوا 8 حتى لو دخلت متأخرا حتى لو دخلت متأخرا لا مشكلة في ذلك لا مشكلة في ذلك لأنه لديك مسافة كبيرة يمكنك أخذه تلاحظون لكن كانت هناك فرصة لمن كان يعني محترفا ويفهم في التداول كثيرا هنا كان هذا رانيون فلات وكانت هناك فرصة هنا لكن كسر القماء وتضع وقف خسارة فقط هذه فقط لتجرب لترى هل في الأنسة يسعد ولا لا ولأنه لحد الساعة لازلنا غير متأكدين هل هناك صعود ولا لا أنا أحتاج أن يتم كسر هذه المنطقة نحن فيها الآن وبين هذه المنطقة وهذه المنطقة هذه المنطقة من يتقل نسبتي لأنا هذه المنطقة المهمة هذه ليست منطقة دعم ومقاومة ليست منطقة عرض وطلب لا 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 هذه المنطقة التي دخل فيها البيك بوي البيعي واحتاجوا أن يتم كسرها احتاجنا على قوة ثم تصحيح بالصعود إذا نزلت إلى فريم ساعة ماذا لدينا إذا لدينا لاحظوا هذا هو النموذج راني الفلاكس إذا هذه الموجة الأخيرة بها لاحظوا هناك مما يعني أن نهاية الموجة على شكل A B C أحتاج إلى تصحيح كبير هنا مما يعني أنه قد يكون هذا راني الفلاكس هكذا للصعود ربما أحتاج إلى تصحيح كبير أحتاج إلى تصحيح كبير هنا قبل الصعود غير ذلك ولكن ضروري أن يتم أولا أحتاج إلى تصحيح كبير لكن بعد كسر هذه المنطقة ما بين 3276 و340 و13 دولار تجب أن يتم الكسر ثم أني صحيح إذا حصلت على هذا النموذج أوكي غير ذلك لست مهتم لأن لدي زيادة في السخن لاحظوا القوة لاحظوا القوة لاحظوا الفرق بين هذه الموجة وهذه الموجة أي هم أقوى هذه أقوى هذه أقوى يعني لا يمكنك أن تدخل عكس القوة إلا بشروط ونحن أعطيكم شروط هل يمكن الإثريون إنزل من هنا ممكن ينزل طالما لم أحصل على تصحيح في هذه المنطقة أي لحظة أممكن ينزل فيها الإثريون طالما لم أحصل على تصحيح هنا نطاق هنا أي لحظة أممكن ينزل فيها الإثريون لذلك ماذا؟ يجب الحضر كما قلت أنا لا أعطيكم من أعطيك دخول لا أعطيكم نصائح مالية ولا استثماري أنا فقط أعطيكم طريقة في التحليل والأماكن التي أتوقع فيها السعود فقط بالتالي لا تقول لي يا أخي نحن بقينا وتأخرنا عن التفق بسببك لا لا يا أخي أدخل أخرج ما تريد هذا شأنك لا يستشعني أنا فقط أعلمك طريقة تحليل أو أشارك معك طريقة تحليل أشارك معك طريقة تحليل والحمد لله صارنا سنوات ونحن نشارك طريقة تحليلنا وتتوجد أردها يوما بعد يوم بالتالي أردت أن تستمع جميل جدا لا يبطل أن تستمع أنت حر أنت حر أخي الكريم لا أحد أجبرك إذن هذا هو تحليلي لعملة الإثيريوم إذا أردتم اشتراك معنا في عروضنا واستغراء العرض ونحن بساعدة راحية قبل أن ينفذ ما عليكم إلا تحدث معي هنا عبر هذا الرابط الذي يجاوبك مباشرة هذا هو الرابط رابط تيليجرام خذوا الرابط كاملا لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم الأقل ولا أكتر وأن العلم نعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته